اشتركوا في القناة المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الفيديو يورط لاعبي المنتخب الوطني المغربي بوفال والزلزولي ورط موسى الحبشي محلل الأداء بتقنيات الفيديو داخل الجهاز التدريبي لمنتخب المغرب لاعبين في صفوف كتبة المدير الفني وليد راقراجي بعدما تم التنبيههما للأخطاء الفرضية التي يرتكبانها بسبب كثرة المراوغات والتي يستفد منها منافس أصود الأطلس في قيادة هجومات مرتدة تشكل خطورة على مرمى الحار السياسي بونو وأكد موقع العربي الجديد أن والد راقراجي حضرت تنائي سوفيان بوفال لاعب نادي رايان القطرية وأيضا زميله عبدالصمد الزلزول لاعب نادي ريال بيتسا الإسبانية للأخطاء التي يرتكبانها في بعض المحاولات التي يريدان من خلالها اختراق دفاع منافس المنتخب المغربية رغم وجود أكثر من لاعبين أو ثلاثة أمامهما الرقراجي وبعدما حصل على مقاطع فيديو من محلل أداء لاعب المنتخب المغربية حرس على تنبيه اللاعبين بوفال والزلزول للأخطاء التي يرتكبانها والتي غالبا ما يقود منها منافس المنتخب المغربي محاولة خطيرة على دفاع أصود الأطلس وتمت مواجهة بوفال والزلزول بكل الشائن والهدف تجاوز كلما من شأنه أن يؤثر على مردودهم الفني وأدائهما فلا أحد ينكر الدور الذي يلعبه صفيان وعبد الصمد في مساعدة الخط الأمام للمنتخب لكن رقراجي يريد من عناصره أن تتجاوز كل الأخطاء التي جرى ارتكابها في دور المجموعات عاجل الكاف تفاجئ المنتخب المغربي بهذه الخطوة بعد التأهل إلى التمن ضمنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الحصول على مليار سنتيم بعد تأهل أصود الأطلس إلى تمن نهائي كأس أمم إفريقية للأمام التي تصدفها الكوديفور حتى 11 من فبراير المقبل وقررت الكونفيدرالي الإفريقي لكرة القدم كاف الرفع من قيمة الجوائز المالية لكأس أفريقية للأمام المقررة بالكوديفور حيث يحصل البطل على 7 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار للوصيف و2.5 مليون دولار للمنهزمين في النصف النهائي و1.5 مليون دولار للمنتخبات التي تغادر المسبقة من ربع نهائي ومليون دولار للمنتخبات التي توضع كأس أفريقية من ثمن النهائي و700 ألف دولار للمنتخبات التي تفشل في تخطي دور المجموعات وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى التموني نهائي كأس أمم أفريقية عن المجموعة السادسة دوصابر يدافع عن وليد ريقراجي كشف مدرب منتخب الكونغو الدموقراطية سباستيان دوصابر عن موقفه من الأحداث التي رفقت نهاية المواجهة بين المنتخبين المغربي والكونغولي يوم الأحدى الماضي للجولة الثانية من المجموعة السادسة من نهائية كأس أمم أفريقية وذلك بعد خلاف بين المدرب وليد ريقراجي وقائد منتخب الكونغو الدموقراطية شانسين بيمباء وفي رده عن سؤال بخصوص ما حصل من أحداث في نهاية اللقاء أكد سباستيان دوصابر أن الأمر عادي وأنه وقعت تركيز على المشاهد التي حصلت على الميدان رغم أنه تم احتواء الموقف لاحقا مدفعا ناني المدرب وليد ريقراجي بعد الاتهامة التي وجهت إليها وجاء ذلك خلال المؤتمر الصعفي الذي سبق مواجهته أمام طنزانيا وقال سباستيان دوصابر عن الواقع أعرف شانسيلو كذلك مدرب المغرب وهما شخصان محترمان ومميزا ويساهمان في تطوير كرة القدمة الإفريقية وكل واحد في بلدها حصلت توطر في فترة ما ولكن تم تجاوزها وتم احتواء الموقف من المؤسف أننا لازلنا نتحدث عن ذلك لأنه في حجورة الملابس لاعب والمغرب والكونغو تحدثوا معنا وما حصل يمكن أن يحدث في كل المباريات وتم تجاوز الإشكال وأضاف المدرب الفرنسي أقولها مجددا أعرف شانسي القائد المنتخب هو شخص استثنائي من حيث التقدير واحترام قيام كرة القدم وكذلك مدرب المغرب الذي يملك بدوره المبادئ نفسها وأعتقد أن الاتحاد الإفريقي فتح تحقيقا بهذا الخصوص علينا أن نتركهم يقومون بعملهم وهناك مقطع فيديو في كل الحالات لقد تجاوزنا ما حصل وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فعليا فتح تحقيقنا بخصوص الأحداث التي وقعت في نهاية المباراة عندما تحول الميدان إلى ما يشبه حلبة الملاكمة حيث يفترض أن يعلن قريبا عن نتائج التحقيقات التي سيقوم بها ويكشف الحقيقة والعقوبات التي سيتخذها رغم أن راقراغي دافع عن نفسه وكذب رواية توجه عبارة عنصرية إلى قائد الكونغو مدريب موريطانيا قاموا بإقصائنا ووضعوا كل الترشيحات لصالح الجزائر هذا حفزني وقلت للعبي لا وجود لخيبة الأمل تحدث أمير عبدو مدريب منتخب موريطانيا عن تأهل فريقه المفاجئ لتمل نهاي كأس أمم فريقيا 2023 عقب الفوز على الجزائر بهدف لصفر برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات المسابقة وقال عبدو في الندوة الصعفية التي أعقبت المباراة هذا أمر غير عادي ما نشعر به وما نمر بها لقد طلبت من لاعب فريقي أن لا يتركوا أي شيء وأن يؤمنوا حتى صافرة النهاية ورأينا كل السيناريوات التي كانت لدينا في تلك المحادثات كما رأينا فرقا أخرى وتمكننا من الفوز على المنتخب الجزائري وأضف على المستوى الفرضي والجماعي أظهرنا الكثير من التصميم على التأهل لقد خاض اللاعبون مباراة تاريخية أخبرتهم أنهم بحاجة إلى كتابة أسمائهم في تاريخ كرة القدم المريطانية وقد فعلوا ذلك وتابع قلت للعبين خضوا كل ما هو إيجابي من المباراة السابقتين قمنا بخليط جيد ونجحنا وأردف لقد قاموا بإقصائنا كنت أجاهد قناة تلفزيونية آخر مرة وتحدث فقط عن الجزائر في حين لم يتم الحديث عن مريطانيا لم نستسلم وهذا حفزني قلت للاعبي فريقي لا وجود لخيبة الأمل لدينا ما نلعب عليه وكنا نعلم أن المنتخب الجزائري لم يكن جيدا على المستوى الدهني وكان هناك ضغط من الإعلام قمنا بالعمل اللازم وسنوصل في ذلك رغم صعوبة المهمة أسماء قوية مرشحة للتعود بالماضي في المنتخب الجزائري ذكرت مصادر إعلامي جزائري أن السيقالة بالماضي من تدريب المنتخب الجزائري سيدفع الاتحاد الجزائري للبحث عن مدرب جديد ليقود الخضر ومن الأسماء المتدولة في الأوساط الجزائرية المدرب السابق للمنتخب المغربي هيرفيرونارة الذي بحسب بعض المدوينين والإعلاميين يبقى الأقرب لخلافة بالماضي غير أن معطيات أخرى من بينها إشراف رونار على منتخب السيدات الفرنسي قد يعيق التعاقد معها وذكرت مصادر أخرى أن الاتحاد الجزائري يفكر في إعادة وحيد خالر الزيتش للمنتخب الجزائري بعد التأهل الذي حققه في كأس العالم قبل عشر سنوات مع نفس المنتخب وكانت وكالة الأنباء الجزائري قد أكدت أن جمال برماضي قرار رسميا وضع حد لمغامرته مع الخضر بعد الخروج المخيب من الدور الأول لكان الكوديفوار ترجمة نانسي قنقر